من الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر والأضفار صاحب الأضحية الأب الأسرة مثلا الآن الأب في البيت عنده أضحية هو الوحيد الذي يأخذ عفواً هو الوحيد الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر والأضفار والبشرة هذا على القول الذي يذهب إلى المنع هو الوحيد الذي يمتنع من الأخذ أما زوجته وأولاده ما لهم علاقة زوجته وأولاده ما لهم علاقة كذلك لو أنه وكل يعني بعض الناس الآن تقول الله أنا ما أذبح أوكل فلان وكلت أخوها مثلا وكلت أخاها زين أخوها ما لا علاقة بقضية الامتناع عن الأخذ من الشعر هي المعنية ولذلك الإنسان إذا وكل لا يعني بأنه خلاص هو ما يأخذ لأنت الذي تحرم وتمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة وأما الوكيل ما لا علاقة الوكيل ليس له علاقة ولذلك لو أخذ من شعره وأظفاره وبشرة معه لشيء مدام أنه ما عنده أضحية